وعودة إلى الملف الأول حول التهديدات الإيرانية ورفع حالة التأهب في إسرائيل بعد مقتل العالم النووي فخريزا ديم معنا دكتور عنان وهبي مستشار في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مرحبا بك دكتور عنان بداية ونحن نتحدث عن حالة التأهب في إسرائيل التي أوعزت برفع حالة التأهب في السفرات الخارجية هل فعلا هذه العملية قد تؤدي إلى حالة من الاشتباك المنانة التصريحات الإيرانية وأيضا تحميل إسرائيل المسؤولية عن هذه العملية في ناية المطابة تتواضحة نعم مساء الخير طبعا بدون أدنى شك الآن المنطقة بأسرها متواجدة في مرحلة جدا خطيرة مرحلة انتقالية لإدارة البيت الأبيض هناك تسويات إقليمية جديدة ما نراه تقارب ما بين إسرائيل والدول العربية ومراحل التطبيع والخطر الوشيك في هذه الفترة الانتقالية هو واضح جدا هذه مرحلة تريد كل الجهة التمرير طبعا سياساتها والذي اختار التوقيت للقيام بهذه العملية كان يفهم وهناك قراءة واضحة من حيث الصورة الآن التهديدات نحن سمعناها منذ زمن طويل وليست المرة الأولى التي تقوم فيها جهة غربية وآياد خفية بتصفية علماء ظر في إيران وكل مرة سمعنا التصريحات الآن إيران موجودة في موقف حرج اختراق أمني واضح وهناك تروي جدا حذر من حيث الرد وهي ستفكر ما بين التصريح وما بين التنفيذ هناك مسافة كبيرة جدا أنا برأيي قد تقوم إيران برد حسب ما تفهم قراءتها ولكن يجب أن تضبط السلاحة لأن المرحلة خطرة وهناك وجود عسكري مكثف أمريكي في منطقة الخليج الآن هذه كلها تدعو إيران إلى الحظ نعم سيد عنان يعني بالأمس أيضا مصادر إسرائيلية استبعدت أن يكون الاستهداف على مستوى السفرات قالت لربما قد يكون الاستهداف على مستوى أكبر وأيضا أوسع هل الخشية قد تكون داخل إسرائيل عن طريق صواريخ باليستية أو صواريخ محددة الأهداف نعم طبعا إمكانيات الرد هي عديدة طبعا الرد المباشر إلى العمق الإسرائيلي من جهة إيرانية واضحة هذه الدرجة القصوى من الرد من حيث إيران ولكن إيران لديها أدواتها في الشرق الأوسط وهي تستطيع تفعيل الحرب بالوكالة عبر طبعا حزب الله في لبنان أو الحوثيين كما فعلت مؤخرا ضد السعودية وهي تستطيع أن تلجأ مرة أخرى إلى عمليات إرهابية كما قامت بالسابق إلا أن إيران في هذه المرحلة هي أذرة كما قلت وهي تسعى كذلك إلى كسب الشرعية الدولية لأنها تريد أن تعود إلى المناخ التوافقي والحواري مع إيران وخاصة إبان دخول الإدارة الجديدة الأمريكية نعم دكتور عنان وهبي مسشار في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أشكرك جزيلا شكرا على هذه المداخلة